حين قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وكل تحيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أباني ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تحل أن تنزل بي سحتك أو تحل علي ربك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله دعاء عبد ضارع إلى ربه يؤمن تمام الإيمان بأن نصرته الآن عنده وكذلك كان الأمر ذلك الجو النفسي الذي استوجب من رسول الله أن يضرع إلى ربه هذه الضرع كان الجواب من السماء أن يعزي الله رسوله وحبيبه ومصطفى عن جفوة الأرض بحفاوة السماء ترجمة نانسي قنقر وعن